اليوم المشؤوم هي سيارتي ما تبقى منها 21 الأول 2004 ظهر من بيتي ما عرف شي سيارة مش بصفحة سيارة عادية وما باعي سيارة مرافقة وما كان خطرة نازل على المجلس كنا استألنا من الحكومة غازي العريضي وأنا وعبدالله فرحات كنا بحكومة الحريري آخر حكومة قبل اغتياله هو بقى بعد منها شهر شهر ونص يومتها صوتنا ضد التمديد لأميل الحود ضد تعديل الدستور طالبنا بانسحاب للقوات السورية وقررنا المشاركة باجتماعات بريستو وجاءك الرد لمحاولة الاختراك كانت رسالي لمن؟ لو وليد جمبلات أولا الغائي أنا من انتخابات الجبل من وجودي من كوني جسر بين كان صار في المصالحة كان بين الكنيسة المارونية وهذا مع أصدقائي مع سمير فرنجي زعجتهم برأيك زعجتهم أكيد زعجتهم زعجتهم وكنت أنا الأكثر جهارة بالمطالبة من انسحابهم أنا ما كنت أقول ينسحبوا بس للابقاعة كنت أقول لا ينسحبوا كليا لأنه إسرائيل انسحبت ولازم تنحل الميليشيات ورحوا تهموني بالقرار 1559 أنا وشو اسمه؟ غسان صديقنا غسان سلامي اللي كان معي وزير ثقافي أنا ذاك أنه نحنا كنت بيه القرار 1559 وما معنا خبره ولا عارفين فيه تم باللحظة يلي تم اختيالك فيها كنت واعي؟ بيت واعي ولكنت متت لأنه احترقت السيارة لو ما واعي لو ما قذفت من السيارة بالانفجار وبيت واعي على الأرض عم بيصحف على الأرض كلي كلي عم بيحترق واشا خلصت شخص عم بيعمل جوجينج كنت عم تحس بشي بهاللحظات؟ طبعا بيحترق وقتل معي مرافق مرافق اللي هو أول هنا من الدولة أول شهداء ثورة الأرض غازي أبو كروم ونجرح معي المرافق الثاني ولي هو شو قطع بهذه اللحظة هيك كشريط براسك؟ يعني بلحظتها ما بتفكري بشي بس بتقلها إنه شو صار فيك ما بتشوفي هيك برء كبير ما بتسمعي الصوت حتى وبتتزكتي وبصفي كلك زاز و وحجار وحريق ونقلني هذا شاب من بيت أرنقوت شاب بيت أرنقوت من طريق جديدة عم بيركد على الكورنيش سيارته معه أخذني وكان أول مستقبلين أطباء من أصدقائي ما دول غطاس خوري وسامير علم وسامير عطوي ويوسف أمير رئيس الحريدي بوقتها قولك ملقت هالرسالة ليش بقى وخاطر بحياته مع أنه قيل له وكرر له كمان وليد جنبلاط لا شيخ رفيق أنه يا أبو بهاق إيه مهنة هي بلشت كيف بتهديد بشار لأبو بهاق أنه أنا بدي كسر لبنان عراسك وراس وليد جنبلاط شو مفتكرين حالكم وليه كفا أنتو بتقررك كان معتقد أنه ما هو يعني ما كان عنيف رفيق كان ديبلوماسي بكل شيء يقول أنه كان عنده ضمانات أمريكية وطلعت فرنسية حتى يمكن فرنسية يمكن جاك شراك كان أقول له أنه لا ما بيسترجوا وكذا وهيكي وأنت خارج الحكم هلأ حضر انتخاباتك هني خافوا من انتخابات لألفان وخمسة عارفين رفيق رح يطير رح يطير كل ما كان يسمى الغواصات السورية